اختبار صعب يواجه رئيس الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني يتعلق بمصير الوساطة العراقية بين السعودية وإيران مع تسلم حكومته السلطة التنفيذية في البلاد ورغم أن إشارة واضحة صدرت عن المسؤولين العراقيين خلال الأسبوع الماضي بمواصلة الحكومة الجديدة لعب دور الوساطة إلا أن سمت شكوكم متعلقة بإمكانية استمرار الوساطة بين البلدين خصوصا أنها كانت تعتمد على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والذي يتمتع بعلاقات قوية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما أن الكاظمي كان أقرب للمحور الغربي وبالتالي حظي بتسهيلات غربية للقيام بهذا الدور بالإضافة إلى محاولاته آنذاك ضم العراق إلى تحالف عربي شرق أوسطي استمرار العلاقات الطيبة بين السعودية وإيران هو من مصلحة العراق ولهذا سيحاول السوداني إكمال ما بدأه سلفه الكاظمي ولربما يحقق نجاحات أكثر في هذا الجانب بسبب الدعم السياسي الكبير الذي يملكه من كافة القوى السياسية العراقية وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية التي رحبت بتشكيل حكومته لأن أي تراجع في هذا الملف يمكن أن يؤثر على دور العراق في ملفات أخرى فهل سينجح السوداني في لعب دور الوساطة بين الرياضي وطهران؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام